ظهرت ما في عشر دقيق نزلت البناء يعني كان في عندي عالم أنا رايح اوصله نحس بي الله منام المكلي دخلكم يا قلب اسمعنا شي صوت قوي طبعت على البلندة من هون شفت المبنى عبي نهار شفته باخر لحظة كيف هو عم يقلب جينا نزلنا والله قالوا العالم كلها تحت الانقاض والعالم من ما يتيو هاي فيه المبنى نهار بحدود الساعة تسعة ونص مثلا بارح كنين عنا ثمانة أشخاص كانوا بالطابق الثالث خمسة بشقة على اليمين وثلاثة بشقة عمالتي شمال فيه أربع ضحايا وأربع جرحة صوت مرة عم تصرخ طالعنا هي جارتي أم أحمد واليوم الصبح توفيت هي وعائلتها وجارة عنده ولديا كمان كان سهران بره بس عنده ولادة اثنين كمان كانوا تحت الانقاض طالعوهم باخر لحظة كمان مبارح ظهرت أنا وزوجتي ضلوا عندي والدين زار طابع الأول أنا ساكن بس وصلت لتحت سمعت الصوت جينا الشباب طلعنا ولادي عايشين تقريبا عشر دايات كنا مطلعينهم وشالوا الردم وشالوا الحيطان ونلقوهم تحت تحت المجناء بحكي لزاينة زاينة وصحوان أدى عمر البنية تقريبا؟ بحدود 30 سنة عيقار هو فيه رخصة بس منه مفرز هو عيقار واحد مألف من ثلاث مباني نحنا كبلدية عطينا انظار مصبأ للبنية هيدل بالنص ساوى حيد دعم لهيدل البنية فقط ونشال الانظار عنها هو بالمجمل الموقع خطر زاو تشوف تصور الجبل يعني عندك ارتفاع هائل وعندك كمية سخور كبيرة يعني حيط الدعم ما بيوصل لفوق يعني فيه مشكلة بالموقع موقع خطر نهار الجبل سبب زحلة البنية وضربت بالبنية التانية هو ما حدا ببلغنا انه هو مهدد بالانهيار بس نحنا ببلغنا انه فيه شقف من الجبل عمينزل فيه صد زي بشايفينه عاملين صد مسلح عام ينزل عالصد المسلح لأ البلدية ما خبرناه نحنا التجانل صاحب الملك وقنا له هيك هيك الموضوع كان لانه بوقت عم يطالبنا زاودي تأجري تبيت وهيك قنا له انه لأ المبنى ما بيستاهله وهيك عم يصير عنه قال ما عاجبكم خلاص فلو نحنا قلنا ننفل بس ما عم نلاقي بديل هيدا المبنى هلا وضعه خطير مهدد بالانهيار لانه البنائي بس ألا بيت ضربت فيها اذا بتشوف الأعمى دي كله متضررين بدنا نشوف هلا محافز القائم مقام ويزارة الأشغال هاي العلل الغاسي شو بياخدوا قرار بعد ضوءة بيبين هيدا مقهول هلا المبنى هيدا أو لا لا كل سكين من بره خلو